اهلا بكم مشاهدين الكرام يدخل العدوان الاسرائيلي على غزة شهره السادس تتغير وقاع الميدان والمواقف الدولية وتبقى المقاومة الفلسطينية ومعها جبهات الاسناد الثابت الوحيد في مواجهة العدوان الاسرائيلي المدعومة امريكيا وغربيا ومع ان تبعات الحرب ابعد من جغرافيا غزة فلا يزال المشهد العربي السياسي والشعبي شبه غائب عن المشهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية دعا قادة الامة وعلمائها الى التحرك الفاعل لوقف العدوان على غزة من خلال الضغط على العواصم الداعمة للاحتلال ولمناقشة هذه التطورات الميدانية والسياسية انضم إلينا في الستوديو أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية وكذلك عضو التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين دكتور رانا شكر مرحبا بك دكتورة وأيضا من نابلس مدير مركز يابوس للدراسات سليمان بشارات مرحبا بك أستاذ سليمات سليمان عفوا ولكن الاطلاع أكثر على مجمل الطورات الميدانية اسمحوا لي ضيوف العزاء ننتقل إلى رفح وينضم إلينا الصحفي علم الدين صباح مرحبا بك علم يعطيك ألف عافية لو تضعنا في صورة آخر الطورات التي يشهدها قطاع غزة على مدار الساعات الماضية وتحديدا جنوبي القطاع نعم أحمد قبل قليل غارة الطائرات الإسرائيلية على منطقة بيت لاهية شمالي قطاع غزة حيث سمع دوين فجار ضخم في المناطق الشمالية للقطاع فيما نقلت الطاقم الطبية قبل قليل شهيدوا عدد من الإصابات من منطقة دوار الكويت في المناطق الجنوبية لمدينة غزة حيث ينتظر عدد من المواطنين دخول مساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة فيما شنت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل سلسلة كبيرة من الغارات الإسرائيلية العنيفة جدا على المناطق الوسط مناطق طبعا مناطق النصيرات أو المناطق الفاصلة بين النصيرات والبريج ومناطق أيضا جحر الديك في المناطق الشمالية ومنطقة المطاحن في المنطقة الشمالية لمدينة خسان يونس عشرات الغارات شنتها الطائرات الإسرائيلية وسمع دوية هذه الانفجارات من مدينة رفح على بعد أكثر من 20 أو 25 كيلو متر بسبب هذه الغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية فيما يعني على مدار أمس السبت قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين مجاورين في منطقة دير البلح حيث استشهد عدد من المواطنين ولا زال هناك عدد كبير آخر من المفقودين تحت ركام المنزلين التي تم قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي فيما أيضا قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين آخرين مجاورين في منطقة مخيم النصيرات وأدى ذلك إلى استشهد عدد آخر من المواطنين جرى نقل الشهداء والإصابات إلى مستشفى العودة في المنطقة الشرقية لمخيم النصيرات فيما لا تزال الانفجارات تسمع في مناطق واسعة من مدينة خان يونس لا سيما مع تجدد القصف المنطقي في مناطق الفخاري ومناطق جنوب مدينة خان يونس ومناطق مدينة حمد في المنطقة الشمالية الغربية لخان يونس حيث تحاصر أليات الاحتلال عدد سبير من المواطنين في هذه المنطقة وتقوم بالسداف المباني بشكل مباشر من قبل المدفعية الإسرائيلية ومن قبل القناصة الإسرائيلية المتمركزة في محيط هذه المنطقة نهيك أيضا عن تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر في محيط مدينة حمد حيث يسمع دوي اطلاق نار بشكل مكثف ودوي انفجارات بالطبع هي ناتجة عن تجدد الاشتباكات بشكل مستمر في هذه المنطقة فيما لا تزال الانفجارات تسمع في المناطق الشرقية الشمالية لمدينة رفح حيث يتجدد القصف المدفعي على مناطق محيط المستشفى الأوروبي ومناطق أيضا القريبة من منطقة الفخاري في المناطق الشمالية الشرقية للمدينة أو المناطق الفاصلة بين رفح وخان يونس فيما لا تزال أيضا القصف المدفعي متواصل على مناطق شرقي مدينة غزة في المنطقة الشمالية أيضا أحمد أمس السبت ارتقى شهدين جديدين نتيجة سوء التغذية والجفاف حيث ارتقت طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين في مشفى كمال عدوان الطبي في مناطق شمال قطاع غزة وبالفعل هذا المشفى متوقف عن العمل بشكل كلي نتيجة توقف المولدات الكهربائية وفيما أيضا ارتقت شابة تبلغ من العمر عشرين عاما في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة نتيجة سوء التغذية وقلة المسلزمات الطبية وحتى قلة الغذاء في هذا المشفى مما يرفع خصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى خمس وعشرين شهيدا هذه صورة الوضع حتى الآن أحمد مع تواصل الغارات الإسرائيلية وتواصل ارتقاء الشهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف الذي يضرب مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة على وجه الخصوص شكرا جزيلا لك عالم الدين الصباح لكل هذه المعلومات وسنمقى بكل تأكيد على تواصل معك في حال كان هناك أي تطورات ميدانية على مدار الساعة القادمة في قطاع غزة واسمح لي أن أنتقل إليك دكتورة رانا مرحبا بك مرة أخرى من جديد قبل قليل كان هناك خطاب أو كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث في العديد من النقاط ولكن أود أن أذكر نقطتين في هذا الخطاب لنبدأ منهم الحوار تحدث بايدن ويقول لا يمكن أن يسقط 30 ألف قتيل فلسطيني آخرون وهناك طرق أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها حماس وطلب من الإسرائيلين عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة سابقا هذا الشق الأول وفي الشق الثاني يقول ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها أبدا ولن أقطع عنها الأسلحة هل قطع الشك باليقين الذي ساور البعض بأن أمريكا في لحظة ما قد توقف الدعم أو قد تضغط على إسرائيل باتجاه وقف مجازرها أولا مساء الخير أود أولا أن أستهل بدء كلامي بمباركة ببدء شهر رمضان المبارك على أن يعده بخير وسلام على الأمة الإسلامية وكل الصبر لأهل غزة في زل هذه السياسة التجويع الذين يتعرضون لها ونتمنى أن هذا الشهر يمر بردا وسلاما على أهل غزة عودة إلى سؤالك اليوم هناك حملة انتخابية كبيرة يقودها رئيس الأمريكي وهو يريد من وراء هذه الحملة أن يحاول تبيض صورته بما يتعلق بالمجازر التي تقوم بها إسرائيل في غزة من بعد ما كان هو الدعم الأول لهذه الحرب وهو من أوصل إلى ما يعادل 30 ألف شهيدا وإلى تعطى الحرب عتبت الخمسة أشهر ولكن هو من مكان آخر يريد أن يوجه رسالة إلى العالم من بعد أيضا ما قامت به نيكاراكوة برفع الدعوة ضد ألمانيا بدعمها بالأسلحة لإسرائيل وهو الدعم الأول بالأسلحة لإسرائيل ليست ألمانيا إنما الدعم الأول هي الولايات المتحدة الأمريكية والقرار الذي سينتج عن محكمة العدل الدولية بما يتعلق بهذه ببيع الأسلحة لإسرائيل وتصدير الأسلحة خاصة بعد قرار محكمة العدل الطلب من إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية وأن كل من يساهم في هذا الدعم هو يساهم في قتل المدنيين وهو يدخل ضمن جرائم هذه الإبادة بعد هذه الدعوة بعد هذه الصورة التي تود من وراءها نيكاراكوة توصيل الرسالة أن يجب مقاطعة إسرائيل مقاطعة شاملة وعدم مدها بالأسلحة فهي رسالة موجهة ليست لألمانيا فقط إنما للمحور الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية رد بايدن على هذا السؤال أنه هو الداعم بشكل إلى آخر نفس إلى إسرائيل وهو يمدها بالأسلحة لماذا يمدها بالأسلحة؟ وهو من مقابل في المقرب الآخر يقول أنه مع التسوية ومع وقف قتل المدنيين إذا كان هو مع وقف المدنيين يجدر به في الأساس أن يوقف إمداد الأسلحة لأن الذين يقتلوهم بأسلحة أمريكية وبدعم أمريكي والحرب هي ليست حرب إسرائيل مع الشعب الفلسطين أو غزة هي حرب الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ويتوجيه رسالة إلى محور مقاوم بأسره أننا نحن داعمون لإسرائيل وأن هذا الكيان سوف يبقى موجود في الشرق الأوسط كلما كان الولايات المتحدة باقية داعمة كخط دفاع أول لإسرائيل في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حتى أن إسرائيل ينظر إليها دكتورا لأنها قاعدة أمريكية متقدمة في منطقة الشرق الأوسط سيد سليمان بشرات كيف يتلقى لإسرائيلي مثل هذه التصريحات عندما يتحدث الرئيس جو بايدن ويقول بأنه لن يتوقف عن دعم إسرائيل بالأسلحة نعم تحية لك أستاذ أحمد وتحية رضيك الكريمة والأستاذ المتابعين والمشاهدين وكل عام والجميع بألف خير يبدو أننا أمام حقائق واضحة وهو يوضح الواضح ويؤكد المؤكد فيما يتعلق بالدعم الأمريكي لإسرائيل والدعم الأمريكي الواضح للكياد الإسرائيلي على مدار 75 عاما وربما يزيد عن ذلك وهذا الأمر ليس بغريب وبالتالي باعتقادي ما تفضلت به الدكتورا وبناء وانطلاقا منه إلى الموقف الإسرائيلي أو الرؤية الأمريكية لطبيعة الدعم الأمريكي وبالمناسبة هذه الرؤية الإسرائيلية تنطلق من مصار أساسي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بمثابة المرتكز الأساسي لبقاء الاحتلال الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية ولوجوده في ظل منطقة أو في ظل منظومة الشرق الأوسط وهذا هو ما سعت له الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات كلها الماضية إضافة إلى ذلك وهي ربما نقطة مرتكزة وهي أن بنيمين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف الآن ربما بدأت أو ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير عندما تتعامل الآن مع إدارة بايدن بشكل مباشر على أنها الإدارة الأضعف في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ويحاول بنيمين نتنياهو أن يتلعب بهذه الإدارة بشكل كبير جدا وهذا ربما ما كان واضحا من خلال طبيعة الأكاذيب التي اعتمدها وانطلق منها بنيمين نتنياهو في هذه الحرب وهذا العدوان على قطاع غزة عندما تبنت إدارة بايدن وبايدن شخصيا الكثير من الروايات ابتداء من موضوع قتل الأطفال واغتصاب النساء وصولا إلى موضوع إلى موضوع الأمم المتحدة أو وكال خلوث وتشغيل وتشغيل اللاجئين الأنروا كل هذه الروايات التي تلقفتها إدارة بايدن دلل بشكل كبير جدا إلى ضعف هذه الإدارة الأمريكية الحالية مقابل القوة أو الحضور البنيميني إذا أردنا أن نسميه بهذا المصطلح وهذا الأمر أيضا هو يدلل على الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة بالمجتمع الصهيوني الداخلي الذي هو يعزز الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في هذه الحرب بشكل مباشر وفي المنطقة بشكل أكبر ولهذا السبب باعتقادي واضح جدا أنه حتى على الرغم من الحديث عن بعض الخلافات التي كانت تظهر ما بين الفينة والأخرى واعتبرها البعض أنها خلافات جوهرية هذا غير منطقي هي ربما تباينات أو تكتيكات دعنا نسميها في المواقف بهدف تعزيز فقط الموقف الإسرائيلي أنا هي أشبا ما يكون باختلاف في وجهات النظر وليست خلاف حقيقي وجذري طبعا هذا على الشق السياسي أما على الشق الميداني في مزيد من الضربات يتلقاها جنود الاحتلال في خطوط الاشتباك بقطاع غزة وكذلك على طول الجبات الشمالية مع لبنان تعقيدات إضافية تعكس المراوحة الإسرائيلية عسكريا مراوحة تلاحق نتائجها المسؤولين في المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وعلى الانتقادات اللاذعة المتزايدة والتحذيرات في الإعلام الإصالي توضح ذلك إلى درجة وصف بن يمينة يهوي أفغلانت بغير المتزيني متناقضا يبدو مشهد مظلات الفرج الإنساني على الطريقة الغربية مع صور الكارثة الإنسانية في قطاع غزة الخطة الأمريكية مكشوفة بالنسبة إلى أطراف عديدين وهي على أي حال لا يمكنها حجب نتائجها القاتلة على الأرض حدود الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لتال أبيب سياسة أمريكية لذر الرماد في العيون اعتادها الجميع أيضا وهي تتقاطع في هذه اللحظة من الحرب مع خيبات إسرائيلية سياسية وميدانية الخيارات الإسرائيلية أمام العدوان على غزة تبدو مقفلة في وجه حكومة نتنياهو تحاصر اليوم وسط حقل ألغام سياسي يمنعها من إنهاء الحرب أو الاستمرار فيها ترى تل أبيب نفسها مجبرة على دفع الأثمان بتوقيع من المقاومة التي تضرب الاحتلال في مناطق يفترض أنه سيطر عليها فيما لا يزال صاحب الأرض يمسك بأوراقه في ميدان يطبق على جنود الاحتلال المستنزفين من جباليا إلى خان يونس على أن استكمال سياسة الهروب الإسرائيلية إلى الأمام لا يجعل من رفح بعيدة عن مربع الخسائر الإسرائيلية هو مربع يتمدد على شتى جبهات الإسناد ويتعزز على جبهة لبنان مع ثبات المقاومة في وجه الضغوط الدولية لفصد هذه الجبهة عن جبهة غزة وفي الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تؤجج المقاومة كرة النار المشتعلة وتحول أروقتها إلى جبهات مستعصية وموازية إخفاق في إدارة الأزمة جعل جناحي الحرب أمام مفترق صعب يخضان فيه معركة توزيع الخسائر معركة وجدت طريقها إلى الإعلام الإسرائيلي نفسه رغم الرقابة المفروضة يحذر اللواء في الاحتياط إسحاق بريك من كارثة في حال اندلاع حرب إقليمية وفي مقاله الذي نشرته أهارتس يعر بريك إدارة الاحتلال وسلطاته وحكومته وينتقد زيف الإعلام الإسرائيلي وواقع الجيش في غزة في مقابل واقع المقاومة وقيادتها في ظل وجود قادة عسكريين وسياسيين غير متزنين قاصدا نتنياهو وغالانت النبرة نفسها انسحبت على مقال ديفيد ناجي الذي يتحدث عن دولة الدجالين هي تداعيات توسع انقسامات الكيان وتوضح حجم ثقوب المركب الإسرائيلي المهدد بالغرق وسط الطفان مهما كابر نتنياهو ومن معه سأعود إليك سيد سليمان بعد هذا التقرير التعقيم علي هل نحن أمام عجز عسكر إسرائيلي في الميدان أم تردد سياسي أم كلهما معني يعني هذه المراوحة للشهر السادس تقريبا على التوالي والجيش لم يحقق ما يصبو إليه نعم نحن أمام مشهد ربما هو يجمع ما بين كل الأمرين هو عجز وهو ربما مراوحة في الميدان وهو بالمناسبة هو أزمة داخل أزمة وهذا هو ربما أبسط تعريف يمكن أن نسميه الآن في إدارة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الحرب هو يدير أزمة داخل أزمة يحرب من الأزمة الداخلية إلى أزمة الحرب ثم يعود من أزمة الحرب إلى الأزمة الداخلية ولا يستطيع أن يخرج من كلاهما وهذه ربما أحد المعضلات الأساسية التي بات يعانيها ويعيشها الكيان الإسرائيلي وهذا ما يظهر أيضا من خلال الكتابات التي باتت تصدح بها الكثير من الصحف وسائل الإعلام العبرية ويعبر عنها الكثير من القادة الإسرائيليين والكتاب الإسرائيليين في هذا الإطار أيضا دعنا نشير إلى مجموعة من القضايا الأساسية القضية الأولى وهو أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي كانت تقوم على الحروب الخاطفة وكانت تقوم على معادلة الردع وكانت تقوم على المفهوم الاستخباراتي السريع أو الذي هو يحدد المخاطر التي يمكن أن يواجهها الكيان الإسرائيلي قبل وقوعها كل هذه المنظومة وهذه المعادلة الأمنية هي انحارت بشكل كبير جدا على الرغم من مرور خمسة شهور ودخول الشهر السادس على هذه الحرب لم تستطع إسرائيل حتى هذه اللحظة ترميم أي جزئية من هذه الجزئيات هذه النقطة المهمة النقطة الثانية وهي تتعلق في العقد الاجتماعي الذي يربط ما بين المجتمع الإسرائيلي الداخلي وما بين الجيش الإسرائيلي والمتمثل في ضرورة حماية مواطنيه يعني أضع بعض المصطلحات ما بين أقواس وفقا للطرح الإسرائيلي أن هذا العقد الاجتماعي كان يتوجب على الجيش الإسرائيلي حماية وإعادة كافة الأسر لإحتلال الإسرائيلي من يد المقاومة الفلسطينية بعد فترة واجيزة من هذه الحرب لكن الفشل الذي بات واضح جدا ما بعد مرور هذه الفترة الزمنية من استعادة الجيش للأسرة من يد المقاومة الفلسطينية هذا يجعل من فجوة الثقة تزداد شيئا فشيئا ولهذا السبب باعتقاد الجيش الإسرائيلي هو أمام أزمة ثقة مستقبلية ما بين مستوى الجيش وما بين المجتمع الإسرائيلي ولهذا السبب ظهور الآن قضية تجنيد الحرديم وهذا القانون الذي بات مطروحا على الطاولة هو سيخلق ربما أزمة إضافية سنتحدث عن هذه بنوع من التفصيل سيما بعد التصريحات التي أدل بها الحاخام الأكبر في إسرائيل سنتحدث بالتفصيل ولكن سأود إليك دكتور رانا في التقرير الذي بث قبل قليل هناك حديث يتداول وخشل لدى البعض بأن نتنياهو اليوم الذي يوصف الإعلام للصليبين غير متزن هو غالنت ربما يهرب للأمام والهروب للأمام يكون بفتح جبهة مع لبنان ما مدى احتمالية هذا الأمر في ظل المعطيات السياسية والعسكرية الحالية لا شك اليوم أن جنون العظمة الذي يجمع ما بين نتنياهو وبين غالنت وأنه لن يقف عند حدود معينة وأنه يأبى ويدرب عرض الحائط كل القرارات الدولية حتى التصريحات الأمريكية حتى بعض التوصيات الأمريكية بعدم استساع رقعة الحرب فهو يرى أنه وضع هدف أمامه ويريد أن يحقق ما تم خسارته إلى حد الآن إلى حد الآن لم يستطع تحقيق أي إنجاز بما أنه لم يستطع تحقيق أي إنجاز سوى قتل المدنيين فهو يريد أن يذهب أبعد من ذلك ويذهب بالقوة أبعد من ذلك ليعود فقط بانتصار واحد ليقول لشعبه وليقول لدولته أنا هنا منتصر أنا خط الحرب وقمت ببعض الانتصارات لأنني لم أستطع إعادة الأسرة لأنني لم أستطع القضاء على حركة حماس إلى حد اليوم من بعد ستة أشهر على الحرب لأنني اليوم أريد أن أقدم لهذا المجتمع الإسرائيلي أقدم جائزة أقدم ربح فسوف أذهب أبعد من ذلك وأذهب بما يسمى بيئة الأفراط بيئة القوة والأفراط بيئة الجنون إلى أحد ما لا يحمد عقبه لأنه حتى اليوم لم يستطع حسن معارك لا بنابلوس ولا برفع ولا بغزة ولا بالضفة إنما هو يقوم ببعض المراوغات ويقوم ببعض الإنجازات وليست بإنجازات إنما هي ببعض العمليات التي يقول فيها استهدفنا وقمنا بقتل ونحن لا نؤكد هذه المعلومات إنما هذا يعتمد على الإعلام العبري إنما ليس هناك أي وقاءة تدل على ذلك لذلك لبنان عندما قام بهذه وكل جبهات المقاومة التي تساند اليوم الفلسطينيين بحربهم على إسرائيل لبنان قدم دعم كبير وهذا واجبه واجب المقاومة أن تقدم هذا الدعم وهو الواجب الديني وهو الواجب الذي بنيت عليه أسس الإديولوجية لعقيدة هذه المقاومة بالتالي هي استطاعت إلى حد اليوم أن تشكل حركة ردع استطاعت اليوم أن تبعد الشماليين عن بيوتهم استطاعت أن تشل الحركة الاقتصادية بإسرائيل بسبب الصواريخ القريبة استطاعت أن تسقط مسيرات حديثة ولكن لا يمكن لهذا الأمر أن يشكل دافع للإسرائيلي أن يشن عضوان على لبنان؟ ممكن أن يشكل دافع للإسرائيلي أن يشن على لبنان. ولكن أيضا سوف يأخذ الإسرائيلي بعين الاعتبار القدرة التسلحية والقدرة الجهادية لهذا الفريق. وأنه تم هزيمته في حرب تموز 2006. وأن اليوم ممكن أن يستطيع أن يهزمه مرة أخرى وبطريقة أحدث وبطريقة قرن. وأثبتت الساحة إلى حد اليوم أنه قادر ببعض ما يمتلكه من أسلحة ومن أسلحة زكية. أن يستطيع أن يقاوم بها المسيرات الإسرائيلية والصواريخ الإسرائيلية. وأن يشكل توازن قوة في هذه المعركة. وليس بالسهل أن يكون بحرب ضد لبنان. إنما نحن لحد اليوم لا نستطيع أن نرى ما ستقول عليه أفقار نتنياو. هل نتنياو سيرضى خاصة بعد أزمة الأسراء وبعد عدم نجاحه بتحريرهم؟ وبعد الأزمة اليوم التي يتعرض فيها من الرأي العام الإسرائيلي. من مطالبة بإقالتهم ومطالبة بتحميلهم مسؤولية هذه الحرب. وماذا سيكون رأيه أمام المجتمع الإسرائيلي بحل استمرت هذه التظاهرات. بحل تصاعدت هذه التظاهرات. ماذا سيكون ردة فعل الشارع. لأن ردة فعل الشارع الإسرائيلي اليوم قوية جدا. وهي الأقوى منذ بداية الحرب إلى يومنا هذا. لأنه لم يستطع تحرير الأسراء. وأن الأسراء تقتل. وتقتل بسلاح إسرائيلي. وأنه يذهب إلى التفاوض. الإسرائيلي يذهب إلى التفاوض مع شرط عدم وقف إطلاق النار. وهو ما لم ترضى به حماس. ليس هناك تفاوض قبل وقف لإطلاق النار. وقبل وضع حد لا هدنة. ولا لأيام ولا لشهور. إنما وقف نهائي لإطلاق النار. حتى نتمكن بعدها من الحديث عن عودة الأسراء. وعن تصفير تبييض السجون وإلى ما هناك. طب دكتورة أرانا إبقى ما سأعود إليك أستاذ سليمان البشرات. الضغط الشارع الإسرائيلي والتظاهرات التي تخرج الآن في الشارع الإسرائيلي. لو أردنا أن نضعها في سياقها الواقعي وسياقها الصحيح. وهذه المشاهد التي تبثل التظاهرات في المجتمع الإسرائيلي. هل هي داعمة وموجهة لمسار العملية العسكرية باتجاه توسيعها. وتشديدها أكثر. أم هي باتجاه وقف ما يحصل الآن. نعم يعني بالعودة إلى بداية الحرب. الاحتلال الإسرائيلي على وقع الصدمة التي جرت في السابع من أكتوبر. تم تجيش الشارع الإسرائيلي كله خلف قرار الحرب. وكان هناك ربما أحد القضايا الجوهرية التي انطلق منها الجيش الإسرائيلي. وانطلقت منها حكومة من يمين نتنياهو في هذا الإطار. والتي هي ربما أعطى طروحا لبن يمين نتنياهو حتى يستغل هذه الحالة المجتمعية الإسرائيلية الداخلية للانطلاق والاستمرارية بهذه الحرب. لكن بعد فترة من الزمن وبعد مرور شهور من هذه الحرب. وعدم تحقيق الأهداف الأساسية. وبالتحديد عدم القدرة على إعادة الأسراء الإسرائيليين من يد المقاومة الفلسطينية بالعملية العسكرية. كما وضع ذلك الجيش الإسرائيلي وباليمين نتنياهو. باتت هناك المطالب تزداد والحراكات داخل المجتمع الإسرائيلي التزداد. التي بدأت تغير من مفهوم الأولويات وتفتيب الأولويات. ابتداء من أولوية إعادة الأسرة. ثم بدأت الآن الأولوية الأخرى تصعد. وهي ضرورة أن يكون هناك وقف للحرب. وبالتالي هذا بات يشكل حرجا. هل أي أساس وقف الحرب؟ هل هناك من ينادي فعلا بوقف الحرب؟ أم هناك أصوات تقول أطلقوا صراح الأسرة ومن ثم استكملوا الحرب كما تريدون؟ نعم كان هذا المطلب في فترة معينة أخي أحمد. أو حتى فترة معينة كان حاضرا أن يكون هناك المطلب الأول إطلاق الأسرة ثم استكمال الحرب. لكن الآن بات هناك حالة من التوازي ما بين مطلب وقف الحرب وما بين إطلاق الأسرة. وبالتالي هذا ربما تطور مهم. لكن الإشكالية الأكبر ما زالت في المجتمع الإسرائيلي الداخلي أمرين أساسيين. الأمر الأول وهو إمكانية إدخال شرائح إضافية من المجتمع الإسرائيلي إلى مثل هذه الاحتجاجات. وبالتالي توسيع قاعدة الاحتجاج داخل المجتمع الإسرائيلي. وهذه حتى هذه اللحظة لم تحصل بشكل كامل أي حالة النضوج المجتمعي الكامل. ونقطة ثانية غياب القيادة السياسية التي يمكن أن تؤطر الحراك المجتمعي داخل إسرائيل. أو أن تقود الحراك المجتمعي داخل إسرائيل. للاستمرارية أو للذهاب إلى وقف الحرب. وهذا ربما ما كانت تعول عليه بعضا من القراءات التي كانت تقول. أن من داخل مجلس الحرب بني جانيتس وأزجينوت. ربما يشكلان واحدة من المرتكزات الأساسية التي يمكن أن تؤسس إلى دفع الشارع الإسرائيلي. أو قيادة الشارع الإسرائيلي. لكن يبدو أن المصالح السياسية لكل طرف من أطراف مجلس الحرب ما زالت هي متقلقة. ماذا عن زعيم المعارضة؟ ماذا عن يائر لبيد توجه تحديدا في هذا الأمر؟ نعم. الزعيم المعارضة وحزب العمل كلاهما يبدو أنهما حتى هذه اللحظة أيضا هما ضعيفان في القدرة على التأثير على الشارع الإسرائيلي بشكل كبير جدا. هذا من جانب الجانب الآخر. أنهما لا يحضيان بذات الكاريزمة وربما الالتفاف من الشارع الإسرائيلي لقدرتهما على إدارة الشارع وقيادة الشارع الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك قضية أخرى. وهي أخي أحمد ما زالت هنا وهناك القيادات الإسرائيلية تقدم نفسها على أنها كلها أمام حالة قيادة للحرب. بمعنى آخر أنهم يخشون من أن يكون هناك أي خروج عن مطلب استمرارية الحرب كنوع من التخلف في هذه الورحلة الحساسة بالنسبة للكيان الإسرائيلي. وهذه ربما أحد الموضلات التي باتت يدخل بها الكيان الإسرائيلي. في المقابل وهذه ربما نقطة جوهرية أخي أحمد وهي تتعلق في أن الاحتلال الإسرائيلي في ظل كل هذه المعطيات وفي كل ظل هذه الأزمات المتفاوتة. هناك تغول لليمين المتطرف. هذا اليمين المتطرف الذي هو يغذي الشارع الإسرائيلي ويغذي الفئة الأكبر داخل الشارع الإسرائيلي وفقا للإنتجابات الإسرائيلية الأخيرة. هو الذي يستغل المشهد وما زال يتغذى أيضا على حالة الضعف التي يبديها باليمين نتنياهو. ظهر ذلك بشكل جلي من خلال عملية الابتزاز في إقامة والمصادقة على مقترابة 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية. وقبل ذلك 7000 وحدة استيطانية. وقبل ذلك إقامة حي استيطاني كامل في مدينة القدس المحتلة. وإضافة إلى ذلك موضوعة التجليد الذي يمكن أن نعرج عليه بشكل مفصل فيما بعد. كل هذه المعطيات واضح جدا أن اليمين المتطرف الذي باته هو يؤثر بشكل كبير جدا على القيادات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي. ولهذا السبب هذا يظهر حالة من الضعف وهذه ربما أحد المعطلات الأساسية التي يوصفها الكثير من الكتاب والمؤرخين. أن إسرائيل والكيان الإسرائيلي لأول مرة في تاريخه يعيش أزمة قيادة داخلية حقيقية في عدم قدرة أي من القيادات التي يمكن أن تتحمل القرار وتبع القرار. هذا السبب باعتقادي أننا أمام مشهد يذهب به الكيان الإسرائيلي في حالة أزمة داخلية يمكن أن تعصف في كثير من الرؤى والأطروحات. إضافة إلى ذلك هو ربما يشكل حالة من الوقود التي عرجت عليها ضيفتك الكريمة في إمكانية أن يكون هناك قرارات غير محسوبة التي يمكن أن يلجأ إليها الكيان الإسرائيلي. سواء في الذهاب إلى فتح جبهات أخرى أو سواء فيما يتعلق في مواجهة أخرى أو الذهاب إلى التصعيد غروبا من الاستحقاقات السياسية والميدانية. نعم طبعا دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السماعيلانية قادة الأمة وعلمائها إلى التحرك الفاعل من أجل وقف العدوان على غزة من خلال الضغط على العواصم الدائمة للاحتلال. وأشار في رسالته لمناسبة قرب رمضان المبارك إلى أن شعب الفلسطيني استقبل الشهر الفضيل وهو يتعرض لأبشع المجازر في حرب الإبادة الجماعية. مؤكدا ضرورة إغاثته بصورة حقيقية على صعيد الغذاء والدواء والإيواء. وطلب ببدل مزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه وعزله سياسيا ودبلوماسيا. دكتورة رنى ونحن على أبواب الشهر الفضيل هناك توقعات وخشية إسرائيلية وهناك تفاؤل من جانب المقاومة ومحور المقاومة بشكل عام. أن يكون لهذا الشهر دور في تحريك الشعوب العربية وتحريك كل جبهات الاحتكاك والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي. باتقادك هل نحن أمام تطورات الدراماتيكية ستكون خلال هذا الشهر أم أن الأمور في سياق مستقر؟ أنا أرى أن منصوب الجهاد هو منصوب واحد سواء كان في شهر رمضان المبارك أم في كل أشهر السنة. إنما الجهاد مطلوب كل أشهر السنة. ربما شهر رمضان المبارك له خاصية خاصة كونه نحن نرى يوميا الأطفال تقتل. نرى تجويع لهذه الأطفال على قرب هذا الشهر. نرى أطفال ونساء ورجال يمتون من سوء التغذية. وهذا ممكن أن يحرك المشاعر. وأنما المشاعر التي لم تتحرك بشكل كامل بعد ثلاثين ألف شهيد. هل ستتحرك بقدوم شهر رمضان؟ هل ما يتم تقديمه ونحن على أبواب يوم واحد يفصلنا عن الشهر المبارك من مساعدات غزائية؟ هل هذا يكفي للمتضررين ويكفي للمحتاجين في كطاع غزة؟ كله لا يكفي. وإنما هي القليل القليل القليل. مما قد ممكن أن يبقيهم على قيد الحياة. أو ممكن أن يجعلهم يستطيعون أن يصومون هذا الشهر المبارك. أنه منذ خمسة أشهر إلى اليوم هذا الشعب يعاني ما يعانيه ويقوم بتغذية نفسه على تمرة في اليوم. وربما اليوم لا يجد هذه التمرة. وربما اليوم لا يجد هذه التمرة. كي يستطيع أن يكمل صيامها في هذا الشهر. أنا أرى أن الأمة الإسلامية التي لم تتحرك تحركت. تحركت ولكن بشكل بطيء. حتى لا نقول أن تتحرك بالكامل بشكل بطيء. الخراك بشكل عام ليس على المستوى ما يحدث. ليس على المستوى. إن كان هناك من ضرورة لتفعيل جامعة الدول العربية. ولتأخذ مكانتها كمنظمة عربية. تجمع هذه الدول العربية وتتحدث فيها عن الوحدة العربية. كان يجب أن تتفاعل في هذه المجازر. الذي قامت منذ 7 أكتوبر إلى حد اليوم. ولكن جامعة الدول العربية لا تزال مغيبة عن دورها. لا تزال للأسف زعماء العرب هنا وهناك في قراراتهم. من مكان يصرحون. ولكن اليوم يتصدر العرب موضوع إسقاط المساعدات على قطاع غزة. أليس هذا ربما نوع من رفع العتب؟ نوع من رفع العتب لأننا عبواب شهر رمضان المبارك. أننا نوع من الحسنة المجانية الذين يريدون تقديمها. ولكن الصورة ليست بهذا الشكل. إنما يجب أن يسعو إليه. كما قال رئيس حركة حماس. أنه وقف الحرب ووقف هذه المجازر. إن استطاعوا أن يؤمنوا الغذاء لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعين. فهل يستطيعون أن يؤمنوه لفترة أطول؟ ماذا ما بعد شهر رمضان المبارك؟ إنما التصاعد بالجهاد من قبل حركات المقاومة. ربما في هذا الشهر قد نرى صعود في الحركات الجهادية. ونوع من الرد نظرا أن هذا الشهر الذي هو شهر مبارك يدعى فيه للجهاد بطريقة أكثر. وربما نرى هذه الموجة. إنما نرى أن هناك اتحاد عربي سوف يقوم بسعي مباشر وغير مباشر. هذا أمر بعيد عن الواقع. نوعا ما إلى حد اليوم. طيب أستاذ سليمان. يوم الجمعة الماضية شهدنا نوع من الحراك العسكري الواسع في الضفة الغربية. تحديدا في شمال الضفة في نابلس وقلقيليا وجنين. وكانت هناك عملية حومش. هل يمكن أن نعتبر أن ما حصل يوم الجمعة الماضية قبل يومين؟ هل يمكن أن نعتبر بكورة ما يمكن أن يحدث في الأيام القادمة؟ في جبهة الضفة المشتعلة؟ أم ربما الأمر لن يكون كذلك؟ نعم. هذه النقطة جوهرية. وربما حتى ما جرى يوم الجمعة وعملية حومش. هي تشكل ربما نقلة نوعية ومهمة. ومرتكز مهم حتى أن الاحتلال الإسرائيلي نفسه عبر وسائل الإعلام العفرية. ركز بشكل كبير جدا في قراءات هذه العملية وتداعياتها. وشكل التنفيذ والتكتيك الذي اتبع بها بشكل أساس. لكن دعنا نضع السادة المشاهدين أن الحالة النضالية بالضفة الغربية. وحالة المقاومة بالضفة الغربية. هي امتداد لفترة زمانية طويلة. وربما باتت في العامين الأخيرين تتصاعد وتأخذ أشكالا متعددة. وفي الشهور الخمسة الماضية تزامنا مع طفان الأقصى. وحتى الآن بدأت تأخذ أيضا منحنايات أكثر تعزيزا وأكثر تطويرا. وربما أكثر تكتيكا من ناحية التنفيذ وشكل التنفيذ. وطبيعة الاستهدافات. وهذا ربما ما ظهر في أكثر من عملية في الآوينة الأخيرة. في كيفية وجرأة التنفيذ. وأيضا الاستهدافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. ما جرى يوم الجمعة الماضية. هو كان بمثابة عملية مزدوجة. كان هناك عملية إطلاق النار ثم عملية التفجير. وتبعوها أيضا عملية إطلاق نار. وهذا ربما أربك الحسابات الإسرائيلية كثيرا. وكيف أن المشاهد التي بثتها سرايا الكتس. وكتيبة سرايا الكتس في جنين. كيف أنها تثبت أن تنفيذ هذه العملية كان في شكل مربك لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وربما يخالف كل التوقعات الميدانية والاستخباراتية الإسرائيلية. بالتالي نحن نتحدث الآن أمام جبهة مهمة جدا. وربما هنا عندما نتحدث عن جبهة الضفة الغربية. لا يمكن أن نفصلها عن مجموعة من الجبهات المساندة والجبهات المنخرطة. ضمن مفهوم وحدة السحات الذي بات يعرف في تعزيز المقاومة في محورها المختلف وفي محاورها المختلفة. ما جرى في الضفة الغربية ويجري بالضفة الغربية يقلق الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من صعيد. الصعيد الأول وهو موضوعة أن الخزان الديموغرافي البشري الموجود بالضفة الغربية. هو يشكل حالة لهيب كبيرة. إذا ما اشتعلت وانطلقت لا يمكن الاحتلال الإسرائيلي أن يتعامل معها بأي حال من الأحوال كأي جبهة أخرى. وهذا الأمر ربما كان في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وفي الانتفاضة الفلسطينية التالية أكبر دليل على ذلك. وعايش الاحتلال الإسرائيلي حتم وطبيعة الخسارة المباشرة. إضافة إلى ذلك الذهنية والذاكرة التي تعود بالعام 2021 في أعقاب أحد الشيخ الجراح في ذلك الوقت. ودخول شهر رمضان في ذلك الوقت. ومن ثم تخول جبهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. كان واضح جدا أن هذه التجربة ما زالت ماتلة في الذهنية الإسرائيلية. ويخشى أن تتكرر بشكل كبير. ولماذا لم تتكرر؟ في النهاية في أحداث الشيخ الجراح لم تكن الأحداث على قدر واحد في المئة مما يحدث الآن. ما الذي يمنع أن تتكرر بذات الزخم وبذات القدر. ونحن في اليوم المئة وستة وخمسين تقريبا من هذه الحرب العدوانية. نعم وأنا باعتقادي إذا ما استمرت هذه الحرب بهذا الشكل وطبيعة الانتهاكات الإسرائيلية وقدوم شهر رمضان. باعتقادي أننا قد نشهد أحداثا مشابهة ومماثلة. وقد يكون هناك خروج عن المألوف في القراءات الميدانية. كما يمكن أن نرصده كباحة. بسبب استمرار الحرب أم شهر رمضان سليمان؟ بسبب استمرار الحرب وارتفاع واتيرة الجرائم وهي واتيرة مرتفعة على مدار الخمس سهور يوميا ماتي شهيد تقريبا. أم بسبب شهر رمضان؟ أنا باعتقاد هي عوامل مجتمعة لا يمكن أن نفصل كل عامل لوحده. لأنه في نهاية المضاف نحن نتحدث عن كوية العوامل والظروف التي يمكن أن تحيي الشارع الإسرائيلي شهر رمضان. له خصوصية ربما في طبيعة المشاعر والأجواء. وأيضا إمكانية الاحتكاق وقضية الاعتداءات الإسرائيلية التي قد تطار المصلين في المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى. إضافة إلى ذلك موضوعة استمرارية الحرب والانتهاكات التي يكون بها الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إبادة وجرائم القتل والتدمير في قطاع غزة. كلها هذه باعتقاد تهيي الأرضية التي يمكن أن تنطلق منها الجماهير الفلسطينية في مواجهة شاملة. وهذا ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعلي. ولهذا السبب التحذيرات الإسرائيلية والتحذيرات التي ظهرت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية. سواء في المستويات الأمنية الإسرائيلية والمستويات حتى الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. كلهم يدرفون بشكل كبير جدا أن استمرارية هذه الحرب بهذا المستوى. وأن استمرارية الانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن يتم ضبطها إلى فترة زمانية طويلة. وأنها يمكن أن تتحول إلى ما يشبه برميل البارودة. الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة من اللحظات في وجه الاحتلال الإسرائيلي. الدكتورة رانا. التهديد بالتصعيد القادم لم ينتوقف على جبهة غزة في الجبال المساندة اليمن تحديدا. وفي المسيرات التي خرجت يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة داعمة لقطاع غزة في مختلف المحافظات اليمنية. رفع التيافطات باللغة العربية والإنجليزية والعبرية. تقول بأن القادم أعظم. والسيد عبد الملك الحوثي في خطاباته قال نحن أمام مرحلة قادمة ستتعظم فيها الردود. باعتقادك ما هي الخيارات وما هي السيناريوهات المطروحة من قبل الجيش اليمني. قوات المسارحة اليمنية وأنصار الله. للرد على تصاعد العدوان الإسرائيلي في غطاء عصر. اليوم لا شك أن ما تقدمه اليمن بظل الأمور المتاحة هو عمل بطولي تقوم به كل يوم. واستطاعت به أن ترعب بالغرب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا السفن المتوجهة إلى إسرائيل. سفن الملاحة. وقد هددت بشكل كبير. وربما النقطة الأوجع التي أوجعت إسرائيل كانت بتهديد الملاحة. أوجعت الغرب وأوجعت الولايات المتحدة الأمريكية. كانت بتهديد الملاحة البحرية. اليوم أيضا توحيد الساحات وتصاعد هذه الوثيرة. بكل إذا أردنا أن ننظر إلى المشهد بشكل كامل. ليس فقط إلى اليمن. إنما إلى العراق. إنما إلى غزة. إنما إلى لبنان. اليوم نرى أن آداء العسكري للرد على الهجمات الإسرائيلية وتصاعد وثيرة الحرب. هو أيضا في منحة متصاعد. لأننا اليوم نرى أن قتل ضباط إسرائيليين من قبل حركات المقاومة بغزة. إسقاط مسيارات متطورة استخباراتية. أيضا من لبنان نوع الصواريخ التي تستخدم. وإسقاط مسيارات أيضا بيئة اليمن. عندما تستهدف سفن بحرية وتستطيع أن تصيب هذه السفن بيئة العم. قوة تطور عسكري يشبه هذا التصاعد. وكلما زادت وطيرة الحرب وكلما زادت وطيرة التصاعد من قبل الجيش الإسرائيلي. سيكون هناك بيئة المقابل مفاجآت أخرى لم يكشف عنها في القابل. إنما سيكشف عنها في الأيام المقابل. لأننا نرى أننا إسرائيل لن تكفى عن هذا الحد. وسوف تذهب إلى التصحيد أكثر فأكثر. كما قلنا بالمقابل. إذا لم تنجح المفاوضات ولم تنجح حركة تبادل الأسرة. ستريد إسرائيل أن تقدم جائزة بما كان معين. فسوف تذهب لتصاعد وطيرة الحرب. وللذهاب أكثر بعدوانها. سيكون الرد كما رأينا هناك تصاعد بالرد. وهناك إنجازات عسكرية. يحسب لها حساب إن كان باليمن وإن كان بلبنان وإن كان في غزة. اليوم أكثر سوف تفاجئ هذه الحركات. وعلى رأسها الحثيين بطبيعة الرد على الأجل. ولكن دكتور رناني. خيارات إسرائيل في التصعيد هي محدودة. ستبقى إما في قطاع غزة والظفة الغربية أو في الجبال الشمالية. بالنسبة لليمن ربما جغرافيا بعيد ستكفى الأمريكا والبريطاني. ماذا يمكن أن يفعل الأمريكا والبريطاني أكثر مما فعلوه؟ وهذا الأمر لم يكسر حتى هذه اللحظة من عزيمة القوات اليمنية. لن يكسر من عزيمة القوات اليمنية. وحتى الآن لن تستطيع لا العدوان البريطاني والأمريكي تحقيق أي غيات. كما لم يستطيع العدوان الإسرائيلي تحقيق أي غيات. إنما هو فقط حركات من الضغط كرد أننا نحن موجودون. وأننا كرد أعتبار أننا لا نستطيع السكوت إذا تم استهدافنا سوف نرد. إنما هي أيضا لم تذهب بوتيرة عالية جدا بحالة الرد. إذا كنا نرى الوتيرة التي قامت بها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العدوان. نرى أنها قالت أي حركة سوف تكون بي أو أي عدوان سوف يكون على إسرائيل. ستتدخل الولايات المتحدة شخصيا وستتدخل بريطانيا السفر لمنع توسع المعركة. قد توسعت المعركة وقد ذهبت كل هذه المحاور المقاومة لمساندة غزة. ولم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الوفاء بالوعد كما قالت. وربعا اليوم نرى أكثر أنها تراجعت بشكل كل عن هذا الدعم بحال توسعت هذه الجبهات. وهي اليوم تخشى من توسع هذه الجبهات. ونرى الموفد الأمريكي الذي يزهب إلى الشرق الأوسط ويزهب إلى لبنان ويزور هذه الدول لمحاولة تهدئة هذه الجبهات. وإبعاد هذا الملف عن ملف غزة. وهذا لم ينطرد به حركات المقاومة بعدم الفصل ما بين الملفات. وإن هذا الملف هو ملف موحد. خشية من توسع الحرب. ليس خشية عندما تخشى توسع الحرب بمعناها العسكري ومعناها الميداني. أنت لن تدخل لمثاندة إسرائيل. لأن إذا زهبت أمريكا. ولكن أمريكا أثبتت حتى هذه اللحظة أنها تقف مع إسرائيل. والرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل يقول لن توقف عن دعم إسرائيل. وهو تدخل عسكريا في اليمن. ما الذي يمنع أمريكا أن تتدخل في مناطق أخرى وأماكن أخرى. وتقصف في سوريا وتقصف في العراق أيضا. هي تقصف في سوريا وتقصف في عراق وسبق هذه الضربات هي ضربات محدودة. إنما فيما يتعلق بلبنان طبق المعطيات تختلف. وطبق هذه الأمور مختلفة نوعا ما. بحسب هذه المحاور التي تستطيع الرد يمسق الأذية المقاومة بحد ذاتها. لن نتحدث على إيران. لن نتحدث على ذات المحور المقاومة الذي يمتد من سوريا إلى إيران إلى العراق إلى لبنان. عندما ستقوم برد بهذا النوع. لن تقف هذه الدول أيضا بمكان المتفرج على دمار أو على محاولة قتل المحور المقاومة. إما ستدخل هذه المحور المقاومة. لما هو إيران يحسب لها ألف حساب بهذا المجال. وإسرائيل ليس ببعيدة عن المرمى الإيراني. وتهديد عمق إسرائيل من قبلها سوف يشكل آثار سلبية. لذلك عندما تتوسع هذه الجبهات بهذا الشكل علنا. ونذهب بالمقابل إلى حرب إقليمية. ولم تعد هذه الحرب هي حرب مقتودة. وهذه الحرب خسائرها باهزة. ستحسب لها الولايات المتحدة الأمريكية. لأن خسائرها بالشكل الأول هو خسائر كبيرة على إسرائيل تحديدا. لأن كل هذه الجبهات وكل هذه الدول من محور المقاومة. ستتوجه بالقصف على جارتها التي هي بالجوار. وإزالتها من الوجود الذي هو ما تصب إليه هذه الدول. وما تصب إليه حركات المقاومة. لذلك الحساب بالمعطيات الإقليمية سيزهب ضمن إطار المفاوضات. ضمن ضربات المحدودة بمكان ومكان آخر. منعا للوصول إلى حركات الشهر. بمعنى أنها لن تتوسع بأتقادك. أستاذ سليمان سأعود إلى الموضوع الذي أجلنا النقاش فيه والحوار فيه. وهو موضوع الأزمة التجنيد اليهود الحرديم. يعني ما تحق الدثبي كبير حخمات السفرديم. وإسحاق يوسف قال. لن نتجند في الجيش بأي شكل من الأشكال. وإذا أجبرون على ذلك سنشتر التذاكر ونهاجر كلنا. فأمة لا تقدر التوراة لا تستحق أن نبقى فيها. هناك العديد من ردود الأفعال على هذه التصحات. سواء من يئير لبيد زعيم المعارضة. أو من سموترش نفسه وكذلك من بني جانيس. لن نستعرض هذه الردود. ولكن أود أن أسألك نتنياهو حرص على القومية على يهودية الدولة. وحتى أنهم يستشهدون بعبارات توراتية فيما يتعلق بحربهم الحالية. وبأنها حرب مقدسة. وحرب ضد العمليق. وولا آخره. ثم في النهاية يأتي كبير حخمات. ويقول هذه دولة لا تحترم التوراة. ونحن سنغادر إذا أجبرون على التجنيد. في هذه التناقضات وهذه التفسخات الاجتماعية. أي إنعكسات وأي دلالات لها؟ نعم. هذه ربما ننطلق منها كما قلت في بداية المداخرة. أن هناك بداية أزمة ثقة بدأت تتشكل داخل المجتمع الإسرائيلي. لكافة تشكيلاته وطبقاته المختلفة. أزمة الثقة هذه تختلفها. أو ربما تمتد ما بين المجتمع بأطيافه العلمانية والدينية والسياسية. وما بين الجيش الإسرائيلي كمؤسسة كانت تشكل هي رمزية مهمة للكيان الإسرائيلي منذ نشأته وحتى الآن. هذا من جانب. الجانب الآخر وهو ربما المهم في هذا الإطار. وهو أن الإنزياح اليمين المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي. هذه التيارات الدينية ترى في نفسها أنها هي الصفوة داخل المجتمع الإسرائيلي. والتي يجب على المجتمع الإسرائيلي أو كل مكونات المجتمع الإسرائيلي أن تخدم هذه الصفوة. وهذا ربما هو أحد الإشكاليات التي بدأت وقد تكون لها انعكازات وتبلور إضافي في المرحلة المقبلة. وسيكون ربما أحد العوامل الأساسية التي تؤسس إلى عملية الانهيار الداخلي داخل المجتمع الإسرائيلي. عندما يخرج شخصية مثل يوسف في هذا الحديث فيما يتعلق بالأزمة الداخلية وأزمة التجنيد. واضح جدا أن هذه الأزمة بحد ذاتها ستخلق تبعات أساسية فيما يتعلق بالثقة المتواصلة. ما بين المجتويات السياسية والأمنية والعسكرية وما بين المجتمع الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك قضية مهمة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة وبالتحديد المستوطنين أيضا وعتاولة المستوطنين. هم يرون في الجيش الإسرائيلي على أنه هو يجب أن يكون خادما لحماية أمنهم بشكل أساس. دون أن يكون لهم دور مباشر في هذه الحماية. وهذا بالمناسبة هو الذي أحدث أحد الإشكاليات في الفترة الماضية. كيف أن هناك انشغال بالاستيطان والمستوطنين في مقابل عدم الاهتمام في المؤسسة العسكرية التي كانت تشكل حالة ربما من المؤسسات. كم نسبة هؤلاء المتدينين الذين أساسا لا يخدمون في الجيش ويتلقون إعانة من الدولة؟ بالنسبة مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي ككل. لو لديك إحصائية أو معلومة. نعم هي نسبة كبيرة وتتعظم. هناك عشرات الألاف بل ربما مئات ألاف الآن المتدينين الذين يجب أن يرخرطوا ضمن الجيش الإسرائيلي. وهم يعزفون الآن عن الدهول. وبالمناسبة هؤلاء فئة الحردين بالتحديدهم داخل المجتمع الإسرائيلي. هم الذين وفروا قاعدة إسنادية لبن يمين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة. ووقع معهم اتفاقية أنهم مقابل أن يتم تعزيز ودعم الحكومة الاعتلافية. مقابل أن يتم إصدار قانون بمنحهم إعفاء من التجنيد داخل الجيش الإسرائيلي. لهذا السبب طرح وزير الجيش الإسرائيلي. أليس هناك قانون أساسا بإعفاءهم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي؟ نعم كان هناك إطار لقانون. ولكن هذا إطار القانون المحكمة العليا الإسرائيلية. أوجبت أن يكون هناك عملية مصادقة تامة من قبل الشرائح الإسرائيلية المختلفة. وقلنت وزير الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عندما أعاد طرح هذا الملف. هو طرحه بشكل ذكي ليحشر بن يمين نتنياهو بالزاوية بشكل أساسي. لأنه يدرك أن هذا الملف أحد الملفات التي يمكن أن تشكل أحد القضايا التنافسية داخل المجتمع الإسرائيلي من جانب. وجانب آخر بالمناسبة إعادة طرح هذا الملف على الطاولة مرة أخرى يدلل على حجم الاستنزاف الذي بات يعيشه الجيش الإسرائيلي الداخلي من خلال هذه الحرب. وأن هذه الحرب كشفت حالة ضعف الجيش الإسرائيلي وحاجته إلى عمليات التجنيد الإضافية. لهذا السبب الآن ربما المجتمع الإسرائيلي الداخلي والحكومة الإسرائيلية هي في مواجهة أزمة داخلية قد تتصاعد إذا ما تم التركيز على هذا القانون. ومحاولة إعادته إلى الطاولة مرة أخرى. وبالتالي قد يكون هناك حالة من التفقق داخل المجتمع الإسرائيلي في هذا الإطار. سأعود لك دكتورة باختصار شديد لأن الوقت شارف على الانتهاء. هل يمكن أن نقول بأن هذه الأزمة الجديدة في المجتمع الإسرائيلي وهذه الدعوات للتجنيد الحرديم. هي ترجمة فعالية للعجز الذي يعاني منه الجيش الإسرائيلي على صعيد الكادر البشري؟ منذ نشأة إسرائيل. منذ نشأة هذا الكيان الإسرائيلي يقوم على عسكرة المجتمع الإسرائيلي. كل مجتمع الإسرائيلي. كل من هو موجود يجب أن يكون جندي ولو جندي إحتياط. عملية هذه التجنيد هي عملية استنزف. استنزف العدد الأكبر منك حسب الأحصاءات. هناك 40% من الذين تقدموا إلى الحرب. هم بإعاقة دائمة. بإعاقة متوسطة. وهم بحاجة إلى هذا التجنيد. ولكن بالعودة أيضا إلى جملة مهمة قد تحدثت عنها. كنت أن يستندون بحربهم هذا على عبارات. أخذت هذه العبارات من التوراة وإلى ما هناك. اليوم يجب أن نقول أن يجب تفعيل في علمنا العرمي مراكز الأبحاث. مراكز الأبحاث للغة، للتاريخ، لعلماء الأثار. لأن كل ما تبني عليه إسرائيل، كل ما نبني معتقداتنا هي على ما يقولونه هم. ولكن بالعودة إلى التاريخ وبالعودة إلى اللغة ليس هناك أصلا من لغة عبرية في التاريخ. إنما هم من ابتدعوا هذه اللغة العبرية. وليس منهم أصحاب التوراة في التاريخ. إذا عودتهم قاموا بالتجميع من أماكن مختلفة لذلك يجب ضحط. وربما لو عدنا بالتاريخ سنكتشف أنهم ليسوا اليهود. ليسوا اليهود بالضبط. لذلك يجب تفعيل هذه مراكز الأبحاث وهؤلاء الباحثين عنها في التاريخ واللغة وعلماء الأساس. كي نستطيع مواجهتهم. كي نستطيع ضحط هذه الأكاديم الذين يقومون بها. شكرا جزيلا لك. طبعا وصلنا إلى ختم هذه الساعة من التغطية. جزيلا شكرا لك دكتور. لنا شكر سادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والعضو في التجامل الأكاديمي لدعم فلسطين. وجزيلا شكرا لك من نابلس مدير مركز يابوس للدراسات سادة سليمان بشارات. مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختم هذه الساعة من التغطية. لكن تغطيتنا بطبيعة الأحوال. مستمرة على مدار الساعة لملحمة طوفانة الأقصى. نلقاكم على خير في أمان الله. مستمرة على خير في أمان الله.